بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مجددا على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري ومرة أخرى مع الأستاذة سارة مدرسة اللغة العربية أشكركم على حسن تفاعلاتكم في الفيديوهات السابقة وترحيبكم بالفكرة وفي هذا اليوم وعلى بركة الله سأتقاصم معكم فرد من فروض التربية الإسلامية الفرد الثاني المرحلة الرابعة الدورة الثانية على بركة الله وضعية الانطلاق لدينا ذهبت مبكرا لصلاة العشاء في المسجد في إحدى ليالي رمضان المبارك فوجدت الإمامة يقدم درسا حول الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان وبعدها صليتم العشاء جماعة فقرأ الإمام جزءا من صورة المرسلات في الركعة الأولى وجزءا من صورة القلم في الركعة الثانية إذن كما تلاحظون فوضعية الانطلاق نضع المتعلم في المشكلة يعني لكي يسهل عليه التفاعل مع الوضعية إذن حينما نقول ذهبت يعني أنت أيها المتعلم فوجدت يعني أنت أيها المتعلم أو المتعلمة انطلاقا من النص الوضعية ومن خلال ما درسته في مكونات مادة التربية الإسلامية أجيب عن ما يلي أولا أتمموا كتابة الآيات الكريمة تنقيط على إثنان بالنسبة للآية لكن بالتنقيط الكامل لامتحان على عشرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون إلى ولا تطع كل حلاف مهين صورة القلم على بركة الله عذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون آية واحد ما أنت بنعمة ربك بمجنون آية اثنان وإن لك لأجرا غير ممنون آية ثلاثة وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم الآية أربعة فستبصروا ويبصرون فستبصروا ويبصرون آية خمسة بأيكم المفتون بأيكم المفتون آية ستة إن ربك هو أعلم بمن بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آية سبعة فلا تطيع المكذبين المكذبين ودوا لو تدهن فيدهن آية تسعة والآية عشرة إلى حدود ولا تطيع كل حلاف ماهي واضح إذن كما تلاحظون على حسب الخط المتعلمين يكون شيئا ما كبيرا لذلك أترك الفراغ الكافي نعيد القراءة من البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم ننتقل إلى سؤال اتنان وهو لون بنفس اللون العبارة ومعناها مذموم الصريم سفي هنا الرماد الأسود إبليس ثم ملوم مطرود العبارة الأولى سنلون باللون البنفسجي مذموم معناها هو ملوم مطرود ملوم مطرود كي لا نطيل في الفيديو فقط ألون العبارات أو المهاني ثم الصريم معناها هو الرماد الأسود إذن هو البستان لأصحاب الجنة أصبح كالصريم يعني أصبح رمادا أسودا حينما قرروا ألا يعطوا الفقراء حقهم من بعد موت أبيهم ثم سفي هنا فمعناها هو إبليس والعياذ بالله منه السؤال الثالث هو صل بخط بين العبارة والقاعدة التجويدية التي تنطبق عليها ما الشاء آمنا يستطيعون ثم في القاعدة التجويدية لدينا تفخيم حروف الاستعلاء المد المتصل والمد البدل إذن يجب أن نتعرف كل قاعدة التجويدية على حيدة فتفخيم حروف الاستعلاء يجب أن تضبط حروف الاستعلاء وهي الخاء والصاد والضاد والغاء والطاء والغين والقاف والضاء إذن كما تلاحظون في العبارة التالتة لدينا الطاء والطاء قلنا من حروف الاستعلاء فنقرأها يستطيعون إذن فالقاعدة هنا هي تفخيم الراء المد المتصل ما معناه؟ وهو الذي اتصل فيه حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة ومقداره ست حركات يعني مقدار المد ست حركات لاحظوا معي هنا لدينا حرف المد اتصل به الهمزة مباشرة في نفس الكلمة مشاء ست حركات المقدار يقول ست حركات أعيد مشاء كما أنني أعد أو أحسب إلى ستة ثم لدينا المد البدل فما معنى المد البدل وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة واحدة نلاحظ آمنا نلاحظ حرف المد وتقدم قبله الهمز يعني الهمزة فهذه العبارة قاعدتها التجويدية هي مد البدل واضح؟ وبعد ذلك لنسخل إلى السؤال الموالي وهو سؤال أربعة قم بملء الجدول الآتي بأركان الإسلام والإيمان يعني لدينا أركان الإيمان وأركان الإسلام إذن هذا السؤال لم يكن اعتباطيا بل كان مذكورا في الوضعية كما قرأتها معكم فأركان الإيمان ستة وأركان الإسلام هي خمسة أذكرها بالتتالي أركان الإيمان إذن ما معنى الإيمان أولا؟ هو التصديق القلبي الجازم يعني من القلب أن يكون التصديق جازما يعني لا شك فيه أبدا بماذا سأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره بالقضاء والقدر خيره وشره إذن فأركان الإيمان هي ستة أؤمن بالله أؤمن بالله ملائكته كتبه كتبه رسله باليوم الآخر ثم آخر أخيرا وبالقضاء والقدر خيره وشره يعني ما أصبنا من الله فهو كله خير من عنده ثم أركان الإسلام إذن في أركان الإسلام في حديث سيدنا جبريل عليه السلام فقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن الإسلام فقال له الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام يعني خمسة نذكرها بالتتابع أولا الشهادة هنا المثنى يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة إقامة الصلاة كما تعرفون بأن الصلاة هي ثاني ركل من أركان الإسلام وهي عماد الدين ثم إيتاء الزكاة ثم صوم رمضان صوم رمضان وفي الأخير حج بيت الله من استطاع إليه سبيل حج البيت إذن هو بالتتابع الشهادة أركان الإسلام الشهادة إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت سؤال خامس ضع علامة في أمام من عذبوا بسبب إسلامهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الاختيارات لدينا عمار بن ياسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ياسر أبو عمار إذن هنا هو الدرس دي القصة ابتلاء آل ياسر فهذه القصة سأرويها لكم وكان بن مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه إذن كانوا يخرجونهم لأنهم أهل بيت الإسلام وكانوا أهل بيت الإسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة يعني ما معنى رمضاء هو ذلك الرمل الحار من شدة حرارة الشمس يعني يخرجونهم فيها ثم يجعلونهم يسيرون على ذلك الرمل الحار من شدة الحرارة فيمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة إذن كلما كان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يقول لهم صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة كان يبشرهم به الجنة فهذا التبشير هو الذي كان يجعلهم يصبرون فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام يعني لا ترغب إلا دين الإسلام حيث طعنها أبو جهل وبذلك كانت أول شهيدة في الإسلام إذن فأم عمار ماتت طعنها أبو جهل وكانت أول شهيدة أبو جهل هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام إذن فالجواب هنا من عذبوا بسبب إسلامهم أولاً هو عمار بن ياسر ثم ياسر أبو عمار وأم عمار هنا غير مذكورة سؤال موالي ضع سطراً تحت سنن الصيام مما يلي الاختيارات لدينا تأخير الصحور تعجيل الفطور الاكثار من ذكر الله ثم الاشتغال بالعلم وبعد ذلك الدعاء عند الإفطار فاق كما تعرفون السنن هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه أما الفريضة يعني مثل الفرائض مثل الصيام أو الصلاة وهو يثاب على فعلها ويعاقب على تركها بلا عذر أعيد يجب أن تعرفوا ما معنى الفرق بين السنة والفريضة يعني من فعل السنن يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها بينما الفرائض من فعلها يثاب ومن تركها بلا عذر يعاقب واضح؟ إذن فمن سنن الصوم لدينا أولاً تعجيل الفطور ثانياً تأخير الصحور ثالثاً الإفطار على ودر من تمر أو ماء ودر يعني على عدد فردي رابعاً الاعتكاف في المسجد خلال العشر الأواخر من رمضان أربعة سنن فالاختيارات قد قرأناها إذن لدينا تأخير الصحور فهو من السنن كما ذكرتها قبل قليل تعجيل الفطور أيضاً فهو من السنن الإكتار من ذكر الله تعالى ليس من السنن الاشتغال بالعلم ليس من السنن والأخيراً الدعاء عند الإفطار هو كذلك يعني من السنن وما معنى الصحور هو الأكل والشرب في وقت الصحار يعني آخر الليل يسمى ذلك الوقت الصحر لذلك نقول تأخير الصحور يعني تأخير الأكل في آخر الليل سابعاً لدينا صلب خط بما يناسب من مظاهر حلم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة لدينا ثلاث اختيارات تجاوز عن أذى المشركين تجاوزه يعني هنا فقط خطأ في الكتابة تجاوزه عن أذى المشركين عفوه عنهم جعلهم عبيداً للمسلمين جعلهم عبيداً المسلمين إذن فالاختيار الأول صحيح تجاوزه عن المشركين تجاوزه صلى الله عليه وسلم عن المشركين وعفوه صلى الله عليه وسلم عنهم أما جعلهم عبيداً للمسلمين فهو اقتراح خاطئ وآخر وضعي أيضاً سؤال ثمانية حدثكم يعني أنتم أيها المتعلمون حدثكم أبوكم عن على مائدة الغذاء عن مشاهدته احتراق متجر بالسوق كان صاحبه لا يرحم المساكين ولا يؤدي الزكاة فتذكرت قصة مشابهة مذكورة في القرآن الكريم سؤال ألف يعني ثمانية ألف ما هي القصة التي تذكرتها عند سماعك لما رواه لكم والدك القصة طبعاً هي قصة أصحاب الجنة قصة التي وردت في صورة القلم قصة الجواب هو قصة أصحاب الجنة أو نقول أصحاب البستان أصحاب البستان وإليكم القصة أي أن رجلاً كان له بستان يرعاه وفي نهاية جني المحصول كان يؤدي الزكاة إلى الفقراء والمساكين يعني إلى أصحابها فلما مات هذا الرجل تركه يعني ترك البستان لأولاده فقرروا في قرارة أنفسهم يعني قرروا في أنفسهم أن لا يعطوا للفقراء حقهم يعني أبوا عن آداء الزكاة في البستان في السنة لأنهم اغتروا بالنعمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فماذا وقع أي أن الله سبحانه وتعالى سلط عليها الحريق فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم لكان خصنا نشرح المعنى ديالو السؤال الثاني الصريم معناه هو الرماد الأسود إذن ثم ثم ندم أصحاب البستان واستغفروا الله سبحانه وتعالى وغفرها لهم وكانت الحكمة من هذه القصة أي أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا النعمة في هذه الدنيا الفانية قادر على سلبها منا عاجلا وليس آجلا حتى يوم القيامة بل عاجلا سؤال ما هي الآية الكريمة التي تتحدث عنهم يعني عنهم يعني عن المساكين الذين قرروا أن لا يعطونهم حقهم في الزكاة من البستان قال الله تعالى قال الله تعالى يعني يجب أن نستخرج الآية من صورة القلم أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يعني قرروا أن لا يعطوا للمساكين حقهم جيم في نظرك أنت أيها المتعدم دائما كيف سيتصرف التاجر بعد ذلك مع المساكين يعني حينما أحرق له المتجر كيف سيتصرف مع المساكين يعني في نظرك اقتراح من اقتراحات التي قد تكون ممكنة إذن فبعد هذا الحادث مثلا بعد الحادث يعني حادث احتراق المتجر سيشرع التاجر يعني سيبدأ التاجر بعد هذا الحادث سيشرع التاجر بإعطاء حق بإعطاء حق الفقراء عندما يبلغ النصاب وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أشكركم على حسن المتابعة دمتم في أمان الله وحفظه ورهايته ولا تنسوا الإجابة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة